بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهداء لما بتجي حلقة يوم الاثنين الحلقة اللي بنتكلم فيها على يلا نبني وبنتكلم فيها عن تربية أولادنا بيبقى عندي شغف شديد جدا جدا وحرص شديد جدا ليه؟ لأن في الحقيقة احنا بنتكلم بنتكلم في حاجات دقيقة قوي زي الحاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة لأن في رغبة كده بتكون موجودة عند المربين يعني عند الاهالي وكل الناس بيقوموا بالتربية تجاه أولادهم إنهم كأنهم عايزين يخبوا أولادهم جوه قلوبهم ما يخبوهم من كل حاجة عشان يحميوهم من أي شيء ممكن يسبب لهم تعب أو يوجعهم وبيسيطر عليهم شعور غريب شوية شعور بيقترب إنه يكون هاجس إزاي هحميهم من الأحداث الصعبة والمواقف المؤلمة؟ أفكركم بس كتير من الأهالي بيبقى كل شغلتهم إن أولادهم ما يمروش باللي مروا به وهمه إن أولادهم يحس إن يخلوا لأولادهم كل الحياة كده سهلة ما فيهاش أي متاعب فبيبقى الهاجس اللي عنده إزاي إزاي إبني ما يتعرضش لأي موقف صعب فيه ناس كده فيه ناس كتيرة كده ما حدش يقول إن ده مش موجود لا الكلام ده موجود بشدة حتى مع وجود شوية سنة الأسوأ اللي موجودة عند بعض الناس دلوقتي جيها أولادهم آه أنا بقول كده آه فيه فجوة ما بين الأولاد والأباء دلوقتي إحنا بنحاولنا عشان كده نتكلم جايزة كلامنا بالنهاردة ده يزيل فجوة دي وهنا بيجي السؤال مهم بقى هل هاجس الحماية ده هيخلي الأولاد بعيدين عن صدمات الحياة يعني خفنا على أولادنا المفرد ده هيخلينا آه اسمحوا لي إن أنا أسميه خوف مفرد لإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم جدا 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 في حال وما أبدأ مهم لابد إن إحنا نرعي وإحنا بنربي أولاد لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وما أحبه عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني إيه لما تجي تربي ابنك ربيه على إيه ربيه على إنه يبقى قوي ما تربيهش على إنه يبقى هاش مش هقولك ما تربيهش على إنه يبقى مدلل بلاش كلمة مدلل عشان في بعض الناس بيقولوا لا ما تربيش ابنك على إنه هو عنده وكيل بيقوم عنده في كل المواقف الصعبة وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز علمنا إن القوة خيره من الضعف يعني إن الواحد يكون صالب طوله أفضل ما يكون في حالة هشاشة وعشان كده شكل من أشكال الضعف إن إحنا نبالغ شكل من أشكال تحقيق الضعف ده في الأولاد إن إحنا نبالغ في حماية أولادنا من الصدمات بأي طريقة فيتربوا على الهوان والضعف لكن القوة ده قيمة بتخلي الإنسان راسخ راسخ في الحياة راسخ في الحياة يعني واثق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والقوة معناها هنا إن أنا جامد لا مش إن أنا جامد معناها إن أنا حامد إن نعمة ربنا وعارف إن ربنا معايا ومش معناها إن أنا جامد وبسيطر على الأحداث وزي ما بعض الناس يقولوا وبتحك في قش المخاطر مش هي دي لكن القوة معناها إن أنا جاهز ومتهيئ وبتعلم وبستمر في الحياة مستعين بنعمة ربنا وبسلم الأمر لله وببقى دي نوع من أنواع القوة إن نسلم الأمر لله لما يكون الأمر خارج عن إرادتي وما أقدرش أغيره وده الأمر بيد الله لأن حضرت النبي علمنا عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله إيه؟ له خير إيه ده؟ ده الخير اللي جيه؟ المؤمن القوي خيره آه يبقى هو ده نفس الخير يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الإنسان حاله ع تكون في خير دايما إذا كان عنده هذه القوة من أكتر حاجات بقى اللي فيها مفرقة كده غريبة إن كل ما تستميد في إنك أنت تحمي أولادك كل ما بتعرضهم للمخاطر تخيل؟ يعني كل ما بتستميد إن أولادك يكونوا بعيدين عن المخاطر كل ما أولادك بيتعرضوا للمخاطر وكل ما بتزيد من تأثير الصدمات السلبي عليهم بشكل كبير قوي قوي يعني إيه؟ ليه العكس ده بيحصل؟ لأنك بتربيهم على على الهشاشة فكتير من المتخصصين في علم النفس وفي علوم التربية بيقولوا وبيتكلموا على إن واحدة من أهم أسباب الهشاشة النفسية هي أسلوب الحماية الزايد عن حده في التربية وفي التنشئة وعشان كده من أكتر أشكال الحماية الغير الرشيدة من الصدمات اللي بيستخدمها المربين شوية أشكال كده أقولهلكم عشان نتنبه لنفسنا لحسن نكون بنعمل واحد منهم وإحنا مش دارينين الشكل الأول مثالية الحياة إيه مثالية الحياة دي؟ إن الأهل يربوا أولادهم على إن على شوية أفكار مثالية كده إن الحياة والناس ما فيش أجمل جده عشان ما يخدوش الأولاد وحسسوهم بالأمال يربوهم على إن الناس كلهم لازم يكونوا كلهم حلوين وبيحبوا بعض كأن الدنيا عالم من الفراشات فلما الأولاد يكبروا ويحتكوا بالحياة والناس فأول ما حد يعمل معاهم موقف فيه أذى أو يلاقوا الشر إيه اللي حاصل؟ يغلطوا الناس مش مقدة أو مش فاهم إن الناس ممكن تغلط عادي يتصدموا في الناس والحياة ولذلك حضرت النبي فاكرين لما كنا نتكلم في أسس الاعتقاد وأسس المعاملة مع الله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ترجمة نانسي قنقر